أخيراً وقع الاتحاد اليمني لكرة القدم مع المدرب التشيكي ميروسلاف سكوب عقداً لتدريب المنتخب الوطني الأول لمدة عام بعد فترة طويلة من رحل سلافه البلجيكي تومي سميث وبراتب شهري قدره 20 ألف دولار بخلاف رواتب الجهاز الفني المعاون له والله أعتقد أنه دائماً ما يكون العائق المادي هو ما يعمل بشكل أساسي في اختيار المدربين إمكانياتنا بسيطة الدعم الوزاري والدعم الحكومي بيكون متواضع بالنسبة للكرة القدم ولكن أعتقد أنه المدرب يعني بحكم ما اطلعنا عليه أنه عنده شيء يستطيع أن يقدمه للكرة اليمنية لكن في إدار واقع رياضي حقيقي بمعنى أنه اللاعب اليمني يحتاج إلى من يقود إلى الطريقة الصحيح من الناحية النفسية من الناحية التكتيكية من ناحية التعامل مع فرق ومنتخبات ذات خبرة كبيرة على المستوى العربي أو الإقليمي مع قرب استحقاقات المنتخبة الخارجية وأبرزها بطولة كاس الخليج العربية المقامة في السعودية أو آخر العام الجاري تعاقد الاتحاد مع سكوب علّه يعمل على رفع مستوى الكرة اليمنية والعمل على تحقيق نتائج إيجابية في البطولة لا أستطيع أن أؤكد أن جميع المدربين الذين تم تعاقد معهم من تحاد كرة القدم كانوا جيدين ولكن الخلل كان في العقليات التي تدير الأمور الإدارية فقط ظاهرة جلب المدربين ورحيلهم عن المنتخب اليمني أصبحت مألوفة ففي كل إخفاق للمنتخب يقدم المدرب كبش فداء لتغطية أخطاء الآخرين وذلك لامتصاص غضب الشارع الرياضي الذي يطالب بإعطاء المدرب الوقت الكافي لتنفيذ برنامجه المقدم للاتحاد